بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة تغيير استراتيجيتها في محاربة تنظيم القاعدة في اليمن عاود التنظيم الظهور مجدداً على شكل هجمات تستهدف المعسكرات ونقاط التفتيش في محافظة أبيان هذه المرة استهدف هجوم العناصر الإرهابية نقطة أمنية في منطقة العرقوب بمدرية لودر أسفر عن مقتل ستة أفراد الأمن وخمسة من عناصر التنظيم مواجهات عديدة خاضها الجيش منذ العام 2012 في هذه المحافظة والمحافظات المجاورة التي ينشط فيها تنظيم القاعدة ويتخذ منها قاعدة لانطلاق عملياته في مناطق أخرى خارجها ولا يكاد التنظيم ينسحب من منطقة داخل المحافظة إلا ويظهر في منطقة أخرى متنقلاً بين جعار وزنجبار وشقرة ومودية وغيرها وبينما يستميت التنظيم للعودة ومحاولة فرض واقعه الجديد على الأرض أعلن البنتقون تنفيذ سلسلة من الغارات الدقيقة والمنسقة مع الحكومة على مواقع التنظيم في اليمن وفق ما أسماها الضربات التي تندرج تحت استراتيجية إضعاف قدرات التنظيم على استخدام الأراضي للتخطيط لعمليات إرهابية استراتيجياً يرجح مراقبون أن حرب القاعدة ما تزال طويلة قياساً بحجم العمليات العسكرية التي أدت لسقوط ضحايا مدنيين بجانب عناصر التنظيم في الغارات السابقة فيما يتحدث آخرون بضرورة التركيز على تشفيف منابع الدعم المساندة لهذا التنظيم لخلق واقع أكثر نجاعة في ملف مكافحة الإرهاب والحد من تحركاته يوماً بعد آخر تتصعد قدرات التنظيم في اختراق الحواجز الأمنية واستهداف المؤسسات العسكرية وعلى الرغم من كل ذلك ما تزال قوات الجيش تسير في طريق توجيه ضرباتها المركزة للتقليص من تمدد هذا التنظيم